معانا طبعا زمنا العزيز فارو صلاح من دولة الامارات العربية الشقيقة فاروق صباح الفل عليك وانطلق انا مش هسألك الليلة ليلتك والمايك مايكك تفضل صباح الفل كريم طبعا برحب بيك كريم وبرحب بكابتننا الكبير كابتن ماهر همام وبرحب بكل مشاهدين مشاهدة متابعة شاشة تقناة النادي الاهلي في كل مكان اليوم التالت لمعسكر فريق النادي الاهلي هنا في الامارات بالتحديد في امارة عجمان بالعمس كانت التدريب الثاني على مدار اليومين الماضيين يا كريم تدريبات بيغلب عليها الجانب البدني اكيد كابتن الكبير كابتن ماهر همام يستفيد في هذا الامر نوعية التدريبات التي تبقى موجودة في فترات الاعداد او في المعسكر يعني الطبع البدني بيغلب عليها الى جانب طبعا بعض الامور الفنية طبعا اللي بيشتغل عليها مستر كولر المدير الفني للنادي الاهلي طبعا زي ما انت عارفة كريم وكابتنك كابتن ماير عارف عندنا بجموعة عشر لعبين من قطاع الناشئين في النادل آلي مستر كولر اتكلم مع اللعبين وقال لهم ان الفرصة في فريق كبير زي النادل آلي ما بيجيش كتير وعلى كل ناشئ ان هو يستغل الفرصة لازم تستغل كل دقيقة في التمرين تستغل كل ساعة جوة التمرين لازم كل نعب يقدم نفسه اعتقد ان الفرصة دي مش يعني ما بيجيش في فترات كتير جدا طبعا للظروف تواجد عدد كبير جدا من لعاب النادل آلي في المنتخبات الوطنية وسأل منتخب المصري او المنتخب التونسي منتخب جانب افريقيا منتخب بامالي يعني دي قدت فرصة اكتر للعبين علشان يظهروا معنا في معسكر في اعداد فريق النادل خلينا اقولك طبعا يا كريم وطبعا مع كابتن كابتن ماير ان في لعب كتير تقدر توكيدا مسمع شوية في التدريبات بتظهر بشكل مميز جدا عندنا مجموعة وعناصر مميزة سواء في خط الدفاع اللعب معتز محمد اللعب احمد عبدين اللعب ابراهيم عبد الحكيم ايضا في خط الوسط يوسف سعد عبد الحفيز فارس خالد اللعب احمد الطعيمة اسلام عبد الله مزين قسامة عبد الرحمن عبد الجواد عارس المر محازم جمالي اللي طبعا مع مصطفى شبير ومصطفى مخلوف تقدر تقول الامور كتير جدا تسهلت عليهم في وجود كابتن النادي الاهلي والدور الكبير لكابتن النادي الاهلي والامور اللي احنا بنوى العلاقة دامنا كريم مشاهد معتادة داخل النادي الاهلي تعامل كابتن الكبار سواء كابتن ربيعة عمر السلية طار محمد طار حمد مجد أفشا مع اللعبين تحسش الفرق ما بين اللعب ده ناشي او لسه صعد مع الفريق الاول كلهم لعيبة في فريق النادي الاهلي بالامس كان النادي الاهلي بيؤدي تدريب والثاني على ملعب نادي الشرطة بعجمان اختتموا مستر كولر بتأسيم قوى جدا تقلق فيها كل اللعبين في لعيبة يعني بداية المعسكر زي ما بنتكلم كل يوم يا كريم كل يوم المستوى الفني بيرتفع اكتر يعني طار محمد طار حمد اللعبين اللعبين المميزة جدا فيه معسكر للنادي الاهلي وسام أبو علي عمر السلية يعني عودته تد قوة خط وسط النادي الاهلي شفناها في الفترة الاخيرة عمر السلية واحد من العناصر المهمة جدا لفريق للنادي الاهلي أكرم توفيق وكريم فؤاد عناصر أيضا مميزة بتظهر بشكل مميز جدا فيه فريق للنادي الاهلي حمد كريستو اللي أنا يعني زي ما قلنا يا كريمه بأكد عليك من الأمس عائد من الإصابة بشكل مختلف تماما وعودته أضافة قوية جدا للنادي الاهلي طبعا يا كريم تقرر أن النادي الاهلي غدا إن شاء الله هيخد أولى مبارياته اللي ودية أمام فريق الأخدود وده بيحتل المركز العاشر فيه لدوريا لسعودي واحد من الأم obtaining قوية أيضا فيه لدوريا لسعودي هتبقى مواجهة قوية جدا المباراة أكون في تمام الساعة الخامسة بتوقيت الإمارات الثالثة بتوقيت القاهرة مباراة تانية طبعا تكون يوم الستة عشرين يوم الجمعة أمام فريق حتى الإماراتي ويتكون أيضا في تمام الساعة الخامسة بتوقيت الإمارات الثالثة بتوقيت القاهرة عايز أقول لك أن الأجواء والكواليس والظروف هنا المحيطة والمكان اللي تم اختياره طبعا كابتن ماري يقدر برضو أنه يتكلم في هذا الأمر طبعا طبيعة الأماكن اللي بتختارها في إقامة المعسكرات بتكون أماكن بتتميز بالهدوء المكان نفسه يكون فيه متوفر فيه كل الأمور اللي أنت بتحتاجها سواء من الاستشفاء من الجم من الأمور الخاصة سواء بالجانب البدني أو بالجانب الطبي أعتقد المكان موفر هذه الأمور وكان اختيار موفق جدا وقلنا تعاون مثمر جدا ما بين مجلس إدارة النادي الأهلي وأيضا شركة سيكس ياردز استاذي شام مرزوق وأستاذ عمر مرزوق في اختيار هذا المكان اللي سبق ليه طبعا إقامة معسكر النادي الأهلي في النمسا في بداية هذا الموسم النهاردة طبعا كريمة هيكون في تدريب لفريق النادي الأهلي في تمام الساعة الثالثة والنصف هيكون طبعا تدريب لمستر كولر خلاص يعني بيبقى بالنسباله تدريب بيضع منه من خلاله بعض الأمور اللي هيطالب اللعبة بتنفيذها غدا في مباراة إن شاء الله المباراة الودية أمام فريق الأخدود تقدر طول أكتر من عنصر من فريق من اللعبة الناشئين هيكون موجود طبعا مع مستر كولر في هذه المباراة من التشكيل من البداية إلى جانب طبعا بعض اللعبة الأسية فريق النادي الأهلي وزي ما قلنا أو مستر كولر بيتكلم أنا ما عنديش لعيب أساسي ولعيب بديل أي لعب أي 11 لعب موجودين في الملعب هما بالنسبة للعيب أساسي وأي لعب موجود خارج هو أيضا لعيب أساسي الروح اللي احنا لمسينا من اللعبين تصميم الإرادة والأمور اللي احنا بنشوفها في عيون لعيب اللي نادر قال لي من أداءهم في التدريب من أول يوم باين إن شاء الله أن يكون مردود هذا المعسكر على الفريق خلال الفترة القادمة عندك معترك وعندك بطولات كتير جدا عندك مباراة شباب بالوزداد في الدوري أبطال إفريقيا عندك الدوري عندك كأس مصر أعتقد كلها بطولات وتحديات مهمة جدا علشان برضو يا كريم بنقف ونقول إن النادي الأهلي وقفته على منصة التتويج ما بيجيش بالسهل بيبقى خلالها تحديات وخلالها مراحل صعبة جدا لكن اللعبين على قدر المسئولية خلينا أقول لك برضو على هذا السياق تواصل تام بين الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع الكابتن خالد دبيبو مدير الكرة والقائم بعمال رئيس بعثة فريق للنادي الأهلي للوقوف على كل التفاصيل الكابتن الخطيب يتطمن على كل حاجة بيسأل في كل التفاصيل شوف اللعبة محتاجة إيه الجهاز الفني محتاجة إيه كابتن خطيب يعني كل وقت والتاني يتطمن على الفريق يتطمن على الباسة طبعا صدى وتكريم النادي الأهلي من جلوب سكر الجميع هنا في الإمارات يعني فخور بالنادي الاهلي الجميع بيتعامل يعني بعض الاماراتيين يعني منقبلهم يقولك النادي الاهلي مش بتاع مصر بس النادي الاهلي ده بتاعنا كلنا الكابتن الخطيب وكلامهم عن الكابتن الخطيب الكابتن الخطيب بالنسبان أسطورة الكابتن الخطيب بالنسبان قيمة كبيرة جدا يعني دايما كريم يعني بالأمس احنا كنا في نادي شرطة عجمان وكان فيه تبادل للدروع التسكرية ما بين المسؤولي النادي الاهلي كابتن خالد بي بول كابتن سمير عدلي ومسؤولي نادي شرطة عجمان اللي استضاف تدريبات للنادي الاهلي قال له كلمة مهمة جدا قالك على مدار تاريخ النادي الاهلي احنا عارفين ان اللي بيمائز النادي الاهلي الادارة افرب بتتغير لكن في سيستم للادارة في النادي الاهلي ان يكون واصل هذا الامر للخارج أو يعني وانت خارج مصر بتسمع هذا الكلام بتبقى سعيد جدا بتبقى عارف انه فيه قسس جوه النادي الاهلي في سوابت جوال النادي الأهلي أعتقد من الأمور اللي بتسمعها وتبقى أنت مبسوط وانت بتسمع عن النادي الأهلي إدارة النادي الأهلي والشعبية النادي الأهلي اللي خلينا أقول لك يعني النادي الأهلي أكثر الأندية اللي بتمتع بشعبية هنا في الإمارات وفي الشرق الأوسط طبعا يا كريم أنا موجود معك موجود مع كابتننا الكبير كابتن مهر همام لو في أي استفسار أو أي تسألة كريم وده اسمه كلام وانت من أمتى بتدينا فرصة طبعا نحن نسأل المزيد بالأسئلة الآن ينور كالعادة طبعا زميننا العزيز فرو صراح من دولة الإمارات العربية الشقيقة شكرا جزيلا لك طب مننا على حاجات كثيرة حقيقة فرو